انظروا هذا يذكر بما ذكرناه سابقا قلنا نحن الفقهاء يذكرون الحديث استدلالاً على المسألة من غير إشارة إلى صحة الحديث أو ضعفه كتاب دلائل الأحكام ومؤلفه بهاء الدين ابن شدات المتوفى سنة ستمائة واثنين وثلاثين للهجرة وهو كتاب كبير حافل يذكر فيه الحديث ويذكر الحكم عليه ثم يبين غريبه ثم يتكلم عن فقه الحديث وكلام الفقهاء المتعلق بما دل عليه الحديث من أحكام قال في أوله لما رأيت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أدلة غالب الأحكام وأصولها التي تجري بمعرفتها على نظام وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب انظروا هذا يذكر بما ذكرناه سابقاً قلنا أن أحياناً الفقهاء يذكرون الحديث استدلالاً على المسألة من غير إشارة إلى صحة الحديث أو ضعفه فلهذا قال وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم ولم ينبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب ولم يشيروا إلى أي كتاب تضمنها ولم يشرحوا غريبها ولا نبه أكثرهم على وجه الدليل منها رأيت أن أجمع كتاباً يجمع بين التنبيه على الحديث في أي كتاب ذكر وأنبه على أنه صحيح أو حسن أو غريب وأنبه على اختلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين في أخذ الأحكام منه انتهى كلامه باختصار فالكتاب إذن هو في أحاديث الأحكام وشرحها معاً في أحاديث الأحكام وشرح أحاديث الأحكام ويذكر أحياناً بعض آيات الأحكام ترجمة نانسي قنقر